يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة خلاص مباراة الاهل والزمالك في نهاية كأس مصر هتقام في المملكة العربية السعودية يوم 8 مارس كان مقرر لها يوم 9 مارس ولكن بقى يوم 8 مارس بعد تصبيت وترتيب المواعيد مع ربطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم عادة بحب المباريات المصرية اللي تقام في الدول العربية الحقيقة ليه؟ احنا لنا شعبية احنا الكرة بتاعتنا الكرة المصرية دي لها شعبية في الوطن العربي فلما بنروح نلعب اي مباراة في اي مكان في الوطن العربي بنشوف الاستاد ممتلئ عن اخره بنشوف شغف بنشوف رغبة من الجماهير المصرية والعربية اللي موجودة في هذه الدولة انهم يبقوا جايين وحضرين مباراة كبيرة تجمع اكبر ناديين في الوطن العربي الاهلي والزمالك بحيث كده شبهنا شبه الاندية الاوروبية الكبيرة او الدولات الاوروبية الكبيرة يعني الدولة الايطالية الوقتي او في ايطالة يعني المباراة السوبر او مباراة الكاس بتطلع وتقام في دول الخليج تحديدا نفس الامر في فرنسا نفس الامر في اسبانيا فانت ودول بيخرجوا ليه يروحوا الوطن العربي عشان ليهم شعبية كبيرة في الوطن العربي مش كل الدوريات او كل الدول الاوروبية الكبيرة ينفع تلعب مباراةها في الكاس او السوبر في دولة خارج دولتها لكن عشان دول يهم شعبية كبيرة في الوطن العربي فبيروح عادي يروحوا يلعبوا في الوطن العربي يلعبوا في اليابان يلعبوا في الصين احنا كده فتخيل انت زيك زي الفرق الاوروبية الكبيرة والدولات الاوروبية الكبيرة لما بتطلع من مصر لا انت عندك الشعبية في الخارج كمان شعبية كبيرة مش شعبيتك هنا في البلد بس فدي حاجة تدعو دايما للفخر انه انت مطلوب خد بالك ما ده بيبقى عرض وطلب انت بتطلب مش بتعرض انت بتطلب بتقولك ايه ما تيجي تلعب عندي في الامارات في السعودية في الكويت في دول العربية شقيقة كثيرة يحبوا يشوفوا الاهل والزمالك بيلعبوا على ارضهم عشان عارفين كمان انه هيبقى فيه اقبال جماهيري كبير سواء من المصرين الموجودين هناك او حتى من جماهير العربية اللي موجودة هناك ان شاء الله كل التوفير الاهل والزمالك يقدمونا مباراة عظيمة متأكد مليون فلمان اللي السادة هيبقى مليان عن اخره ان شاء الله بالمناسبة الاهل والزمالك لو لعبوا هنا في مصر كانت مكافئة البطل الكاس كان هياخد تقريبا مليون ونص مليون ونص جنيه يعني مليون وخمسمائة الف جنيه تمام اللي هيكسب بقى بطل الكاس في المباراة اللي هتقام في المملكة العربية السعودية هيكسب هذه المباراة اهل او زمالك ده خبر يعني معلومة هياخد اتنين مليون دولار فهنا كمان ارتفعت جدا قيمة المباراة بجانب طبعا انها على بطولة بطولة كبيرة هيلا قدم في مصر بطولة الكاس لا ارتفعت كمان قيمتها المادية جدا 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 بقى اتنين مليون دولار اللي هيكسب المباراة هي خدت اتنين مليون دولار فالحلقة تبقى اكيد كلها حماس واسارة ان شاء الله مباراة ممتعة طيب المباراة هتقام ان شاء الله على ملعب المملكة علينا وملعب ممتاز جدا وشفنا مباراة النصر والهلال مؤخرا عليه ملعب بيسع ليه تلاتين الف مشجع ومقصورته الرئيسية بتسع ليه تلتمائة وخمسين مقعد وبيضم سقف متحرك وشات عملاقة والملعب مكيف بالكامل الاجواء هتبقى حلوة طبعا في شهر مارس في كل احوال يعني اكبر ملعب كورة قدم مغلق في العالم بناء عالم ساحته التي وصلت الى كم بقى الرقم ده تلاتتلاف سبعمية سبعة وسبعين تسعومية وتسعين تلتمائة سبعة وسبعين الف وتسعومية واحد وتسعين متر مربع يا جماعة يا بيبين لها رقم كتيرة وكده ليه الملعب تم الانتهاء من عمله خلال تسع وتسعين يوم تسع وتسعين سالة يوم فقط وهي المدة الاقل في تأسيس منشاء رياضية بالمملكة العربية السعودية طيب دي معلومات عن الملعب ودي حكاية مباراة الكاس وشتور فيها ان شاء الله في شهر مارس نستمتع بيها ونتكلم عنها كمان فنان في وقتها